كابتن محمد صلاح كتب النهاردة تويتا بيطلب فيها رأي الناس في فيلم تراب الماس عشان كان بيفكر يدخله في السينما وناس كتير رشحوله المراجعة بتاعتي للفيلم فأولا حابب أشكر الناس دي كلها وثانيا بعد إذنكم أحب أعرف كابتن محمد صلاح بنفسي كابتن محمد مساء الخير أنا اسمي محمود مهدي أنا عندي قناة اسمها فيلم جامد بعمل فيها مراجعات للأفلام تقدر حضرتك تعتبرها دليلك لأي حاجة بتفكر تتفرج عليها في السينما وفي نفس الوقت عندي قناة تانية جديدة اسمها مطش جامد بانتقد فيها أداء المنتخب القومي فدي ملناش أي دعوة بيها أحداث فيلم أبغريد بتدور في مستقبل غير محدد التاريخ وبتبدأ بحادث إجرامي عنيف بينتهي بمقتل أشا تريس وإصابة جزهة جري تريس بشلل رباعي بعد عملية علاج وتأهيل طويلة جري بيرجع بيته وبيدخل في حالة اكتئاب شديد بتقوده لمحاولة انتحار بعدها على طول بيتلقى زيارة وعرض مفاجئ من رجل الأعمال الشاب إيرن كين بأنه يعالجه عن طريق ستم ستم عبارة عن شريحة ذكية جدا ومتطورة جدا المفروض إنها حتتزرع في جسم جري عشان تساعده على استعادة قدراته الحركية عن طريق إعادة إصلاح الأعصاب التلفة العملية بتنجح وجري مش بس بيستعيد قدراته الحركية ده كمان بيكتسب قدرات قتالية استثنائية ومخ إضافي بذكاء غير عادي بيساعده في محاولة كشف اللغز بتاع الجريمة اللي اتعرض لها هو ومراته فيا ترى إيه اللي حيحصل فيلم أبغريد هو مثال نموذجي للي ممكن يضاف لفيلم من مجرد وجود فكرة جديدة ومختلفة وحلوة ويمكن ده يكون أدق وصف الفيلم أبغريد نفسه جديد ومختلف وحلو والفكرة اللي بتسمح بدا كله هي ببساطة تصور إنسان عقله جسمه بيقدمه على تصرفات هو مش مستوعبها ومش بالضرورة موافق عليها كل اللي جه قبل النقطة دي في الفيلم هو تمهيد درامي عادي جدا وكل اللي جه بعدها هو تطور درامي عادي جدا وعادي دي مش معناها إنه هو وحش بالعكس هو حلو جدا وفعال جدا في التقديم ولا يخلو من المفاجآت والالتواءات مع كشف لغز الجريمة يمكن بس اللي يعيب الشق الدرامي إن مع كشف لغز الجريمة بنلاقي شوية فجوات في الحبكة الحقيقة ملهاش تفسير بس خلونا معلوب بالفكرة شوية لإنها الحقيقة مبهرة طريقة طرحها كخيار مفيش أي مفر منه أمام بطلنا طريقة تقديم القواعد اللي بتحكم الكيان ده وإيه اللي ينفع يتعمل بيه وإيه اللي ماينفعش وبعدين دخوله جوه اللعبة بشكل مؤثر سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى الأكشن وعلى مستوى الأكشن ده بقى حدث ولا حرج لإن فيه أقصى درجات الإبداع في توظيف الإمكانيات والمواصفات والمسموحات والممنوعات بتاعة الكيان اللي سنستم ده وفي نفس الوقت طبقة زيادة من الأفكار الجديدة أفكار أيما بالكامل على بني آدم بيمارس أقصى درجات العنف والدموية بينما وشه مش قادر يستحمل اللي هو بيعمله وأعتقد أن ده أقصى درجات التقلق في الفيلم للتعاون ما بين بطله لوجن مارشل جرين ومخرجه لي وانل لأن من ناحية المواجهات القتالية اللي شفناها كانت متقدمة بشكل ممتاز على مستوى التصميم والتنفيذ ومن ناحية تانية اللي لوجن مارشل جرين قدمه على مستوى الانفصال ما بين أداءه الحركي وما بين التعبيرات اللي موجودة على وشه حاجة كده للتاريخ لوجن مارشل جرين أنا تعرفت عليه سنة 2012 من خلال دور وأداء حلوين جدا ومهمين جدا في فيلم بروميتيس وبعد كده اختفى لغاية لما شفته في 2017 في دور صغير جدا وهايف جدا في سبايدر مان هوم كامين وعشان كده أنا مبسوط جدا أنه بيرجع السنة دي بدور زي ده وأداء زي ده وأتمنى أنه يكون بداية لحاجات كويسة لي في المستقبل لي وانل بقى اللي كتب وأخرج الفيلم أنا تعرفت عليه سنة 2015 من خلال فيلم إنزيديس تشابتر 3 وللأسف كانت معرفة سلبية جدا ولا تعتبر مؤشر عن قريب أو بعيد على اللي شفته منه في فيلم أبغريد فبعيدا عن الفكرة اللي اتكلمت عنها باستفادة وبعيدا عن شغله الدرامي اللي مليان عناصر جذابة عنده كمان تقديم جيد جدا وفعال جدا للشكل المستقبلي وعنده توظيف رائع في شغل المؤثرات وعنده شغل أكشن ومطاردات ينتمي للدرجة الأولى وكل ده بميزانية 5 مليون دولار بس أعتقد أن احنا كمان 3-4 سنين حنشوف الراجل ده في قيادة فيلم كبير ضخم من بتوع الميزانيات العملاقة لأنهم بيحبوا جدا المخرجين دول اللي بيقدموا أفكار متطورة بميزانيات صغيرة يمكن أكون شميت ريحة بعض الأفلام الأخرى في السيناريو ولكن الموضوع ما وصلش أبدا لمرحلة النقل أو النسخ يعني شوية حاجات كده فكرتني بروبوكاب بإنسبشن بايدل هانز بفنم يمكن اللي لسه حتى منزلش وشوية حاجات تانية فكرتني بفولن وفيلم فولن ده من إنتاج سنة 1998 وهو من أقل الأفلام شهرة لدنزال واشنطن وممكن ما يكونش فعلا من أفضل أفلامه لكنه بكل تأكيد يستحق المشاهدة فيلم أبغريد عجبني جدا واستمتعت به جدا ومستغرب شوية تصنيفه كفيلم رعب لأن باستثناء بعض المشاهد العنيفة شوية والدموية شوية ممكن يكون فيه نسبة كوميديا أكتر شوية من الرعب عندي احترام وتأدير كبار جدا للفكرة المبتكرة اللي الفيلم اعتمد عليها وعلى الطريقة اللي قدمها بيها والطريقة اللي طورها بيها واحتراموا تأدير أقل شوية صغيرة للبعد الفلسفي اللي تم تقديمه في بعض أوقات الفيلم تقييمي لفيلم أبغريد هو 8 من 10 أنصح جدا بمشاهدته واسبكم من موضوع الرعب ده يا جماعة هو مشهد أو كنين بس اللي صعبين ابقوا بصوا في السقف ولا حاجة مناقشة الحلقة يا ترى ايه هو أفضل فيلم شفتوه بيتناول العلاقة ما بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ياريد تساهموا برأيكم في الكومنز ياريد تعملوا شار و لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر